هذا الموضوع يتعلق بالألعاب الألعاب الكثيرة الموجودة في الهواتف الذكية طبعا تستهلك أوقات كثيرا من الناس وفي نفس الوقت الكثير أيضا يقوم بشرائها نود منكم فضل الشيخ أن تحدثون عن حكم شراء هذه الألعاب واستخدامها وتصميمها أيضا هذه القضية تندرج في ما يتصل بترويح القلوب فإن ما ذكرتموه من موضوع التطبيقات التسلية والألعاب والترفيه تندرج أصلا في هذا الباب الذي يعرف في كتب أهل العلم بترويح القلوب ومسألة ترويح القلوب فيها من الضوابط والشروط ما ينبغي للمسلم أن يتعرف عليه فإن هذا الدين بفضل الله تبارك وتعالى جاء موافقا للفطرة التي فطر الله تعالى عليها الناس ملبيا لكل متطلبات هذا الإنسان سواء كانت هذه المتطلبات مما يتصل بحاجات اليسد أو الروح أو النفس أو العقل أو غيرها مما ركب الله سبحانه وتعالى عليه هذا الإنسان وهذه التلبية لنداءات الفطرة في هذا الإنسان جاءت تلبية قصدا عدلا فهي تراعي الموازنة بين هذه الجوانب بحيث تصوغ من شخصية المسلم لتكون شخصية متزنة قادرة على تلبية مطالبها وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى وقادرة من السير في هذه الحياة بمنهج رضي عدل ومن هذا الباب كان ما يعرف كما قلت بترويح القلوب فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحمضلة يا حمضلة لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة ولكن ساعة فساعة وهو صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه ومزاحه ما كان إلا حقا وثبت في مناسبات عديدة أيضا أنه أقر الحبشة حينما كانوا يلعبون بحرابهم في المسجد وكانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عليها تنظر إليهم وسابق هو أيضا السيدة عائشة فسبقها مرة فسبقته في الأولى ثم سبقها في الثانية ولتأصيلها أو هذه الإشارات هي مجمل تأصيل مسألة ترويح القلوب لكن هناك أمران لا بد من الالتفات إليهما حينما نتحدث عن كل وسائل ترويح القلوب بما فيها هذه الألعاب الإلكترونية أو التطبيقات التسري والترفيه الأمر الأول هو الغاية منها والأمر الثاني هو المضمون نفسه أما الغاية فإننا حينما نقول ترويح القلوب فهذا يعني أن هناك شغلا لهذه النفوس شغلا جادا لهذه النفوس ثم مخافة السآمة تدفع عن نفسها بترويح القلوب فالأصل أن يشتغل المسلم بأمر عبادته وسعيه للعلم وسعيه في طلب الرزق وفعل المعروف وفي الإحسان إلى الآخرين وفي كل ما يلزم لإصلاح الحياة وعمارة الأرض وفي خضم شغله ذلك يباح له أن يروح عن قلبه لكن الذي يقع فيه كثير من الناس اليوم هو عكس هذه الحالة تماما فإنهم يملؤون أوقاتهم بوسائد التسلية والترفيه ثم إن أذنوا لأنفسهم ببعض ساعات عمل وجد واجتهاد فإنه لا مقارنة بين تلك الساعات وبين ما يقضونه وما يصرفون فيه أعمارهم ولذلك فهناك خلل لا بد أن يصحه وكما يعلم الجميع فإن هذه الهواتف الذكية وسائل الإلكترونية المعاصرة فيها من الجواذب ما لا يخفى فيها من عوامل التشويق والإثارة الكثير فما لم يتمكن المسلم من أن يعي هذه الحقيقة أنه مسؤول عن وقته وأنه يباح له أن يروح عن قلبه قدر ما يدفع السآمة ويحققه المنفعة لنفسه فيجدد همته ويستفيد فائدة معنوية أو نفسية أو بدنية تعينه على سائر شؤونه هذا القدر هو الذي يمكن أن يحجز أو إدراكه ووعيه بهذه الحقيقة أمر لا بد منه حتى يتمكن من ضبط نفسه من أن تنساق كما قلت وراء عوامل التشويق والإثارة الموجودة في هذه الوسائل فإذن الأصل أن يكون الإنسان في عمله وشغله من طاعة الله عز وجل وعبادته وسعيه في هذه الأرض وتعلمه وترتيب أولوياته لكنه يباح له أن يروح عن قلبه ساعة فساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني هو ما يتصل بالمضمون وهذا أمر بالغ الأهمية هل يمكن إلى المضمون نعم المضمون أي مضمون هذه الوسائل التي يلجأ إليها المسلم للترويح عن قلبه فأولا لا بد أن تخلو هذه الوسائل أو هذه الألعاب أو التطبيقات حينما نتحدث عن الهواتف الذكية لا بد أن تخلو من كل ما يخالف دين الله تبارك وتعالى فلا يصح أن تجتمل على مخالفات لعقيدة الإسلام نعم كتعظيم رموز الكفر على سبيل المثال أو تعظيم ما يتناقض مع عقيدة المسلمين هذا هو الشرط الأول خلوها مما يتعارض مع عقيدة الإسلام نعم الأمر الثاني خلوها من تعظيم وأنا ضربت بها مثالا فيما يتصل بعقيدة يعني مخالفة بعض الرموز لعقيدة الإسلام لكن هناك أيضا رموز قد لا تكون بالضرورة مما يخالف العقيدة لكنها هي محقرة في شرع الله تبارك وتعالى فلا يصح تعظيمها لا يصح أن تجتمل هذه الألعاب على تعظيم ما هو حقير في دين الله عز وجل الأمر الثالث أن تكون خالية من القمار ومن ألعاب الحظ وما أشبهها والقمار معروف وألعاب الحظ هي نوع من القمار أيضا لكننا نجد أن بعض التطبيقات تعتمد على نفس أشكال ألعاب القمار المعروفة اليوم إلا أنها خالية من المقامرة بالنقود الأصل أن تلحق هذه بما أشبهها لأن هذا الشبه شبه كبير أشبهها من كل جانب ولا ينبغي أن يتعود الناشئة على هذه الألعاب لأنهم بعد ذلك سوف يألفون شكل هذه الألعاب ولن يجدوا مانعا أو رادعا يمنعهم من ممارستها بالمقامرة لأنهم ألفوها والنفس إذا اعتادت على شيء ألفت الأمر الثالث الأمر الرابع فيما يتصل بالمضمون أن تكون ذات قيمة أن لا تتعارض مع أخلاق هذا الدين ومع قيمه وآدابه وأعرافه هنا قد يسأل بعض الناس في اشتراط أن تكون اللعبة مجتملة على قيم وأخلاق ونحن نتحدث عن وسائل تسلية وترفيه فنقول نعم لأن أغلب من يصمم هذه البرامج يقصد من ذلك مقاصد ويضع رسائل أدركناها نحن أو لم ندركها من ذلك أنك تجد أن كثيرا من هذه الألعاب تبعث على التمرد أن يتمرد بطل اللعبة الذي هو اللاعب على القيم والأعراف وعلى المجتمع وقدر ما يتمرد أكثر فإنه يترقى أكثر في مراحل هذه اللعبة هذا النوع لا ينبغي أن يشتغل بها المسلم لا يصح له ذلك من الألعاب أيضا ما يشتمل على عنف طاغ يعني تجد أن أيضا محور اللعبة يدور حول تعزيز ثقافة العنف بقتل الأبرياء وفي بعض الأحيان تكون هذه الألعاب أيضا مما يشتمل على قتل أشخاص في هيئات مسلمين أو اعتداء على أماكن مقدسة كبيوت الله تبارك وتعالى أو دور العبادة مطلقا الحاصل أن فيها شحنا لثقافة العنف هذه مما لا بد أن يجنب إياه أطفالنا وأن ننتبه إليه كذلك من شروط المضمون الألعاب ألا تكون صارفة عن طاعة الله عز وجل وعن العبادات وهذا الشرط متصل بالموضوع الأول وبالموضوع الثاني أي بالنقطة الأولى وبالنقطة الثانية أما بالنقطة اتصاله بالنقطة الثانية فهنا كلمة أوجهها للمطورين والمصممين المسلمين فإن بإمكانهم أن يصمموا هذه الألعاب بحيث تذكر المسلم بأوقات الصلاة فتكون مرتبطة بتقويم يذكر وينبه المستخدم بأوقات الصلاة ويمكن أن تنطفئ بعد مضي وقت من الزمن يعني لنقول على سبيل المثال نصف ساعة في أقصى تقدير بحيث لا يتمكن من فتحها إلا بعد مدة من الزمن قد يكون في هذا ما يعني يكسل لهم بضاعتهم لكنها سوف تكون بضاعة رابحة عند الله تعالى يوم القيامة مع إخلاص النية له إذن أيضا هذا من ضمن ما يتصل بالمضمون أما أن يكون المضمون الهدف من هذا حتى لا يستمر فترة طويلة حتى لا يستمر فترة طويلة وحتى لا تشغله عن الصلاة وعن ما هو أولى وألزم في حقه إذن هذا ما يتصل بالمضمون وبالتالي إذا كنا ندعو إلى أن ننفي وأن نجنب هذه التطبيقات تطبيقات الترفيه والتسلية مشاهد العنف وتحقير الأخلاق أو أن تجنب تعظيم ما هو محرم أو حقير في هذا الدين فإن ذلك يعني لزوم إيجاد بدائل وهذه البدائل التي ندعو إليها هي ما يغرس حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله وحب دينه وحب الأنبياء والصالحين من سلف هذه الأمة ومن خلفها وأن تجتمل على ما يدفع المستخدم إلى مزيد من الطموح لإعزاز دينه وإعزاز أمته وإلى ما يذكره بقيم مجتمعه وأخلاقه وإلى ما يعزز فيه هذه الأخلاق والآداب وينميها ويقويها وأن يكون التنافس في سبيل ذلك ولا شك أيضا أنه محتاج إلى ما ينمي عنده أيضا ملكة تغيير المنكر ومحاربة الفساد ودفع الظلم والطغيان يعني لما نقول ثقافة العنف قلنا الطاغية لكن مقاومة الظلم ودفع البغي والعدوان هو مما يحمد في مثل هذه التطبيقات التي نأمل أن تصمم ويوجد منها بحمد الله تعالى يعني مما قام به بعض المطورين هذه إجمالا هي الشروط والضوابط اللازمة في وسائل التسلية والترفيه أو فيما يتصل كما قلت بما سميناه ترويح القلوب جميلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر